اليوم بشكل مثير للغاية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال بأن الولايات المتحدة هي الدعم الرئيسي لإسرائيل إسرائيل استخدمت طائرات وقنابل أمريكية في عملية الاستهداف ضد القنصلية الإيرانية وكذلك قال بأن الولايات المتحدة لم تندد أساساً بالاستهداف الإسرائيلي على القنصلية رغم أنه يعني عبور لكل الخطوط الحمراء ألا تعتقد بأن إيران قد تكون تمهد أيضاً لاستهداف ضد القوات الأمريكية رغم التطمينات والرسائل المباشرة من إيران إلى الولايات المتحدة أعتقد أنك تعرف إجابتي لذلك إيران ستقع في خطأ فادح إن قامت بذلك الولايات المتحدة وهذا في الأخبار وفي تقارير الإخبار حذرت الولايات المتحدة قد ردت على وجه الخصوص وأرسلت برسالة عبر قنوات ما إلى إيران حذرت لا تفكر مجرد التفكير بالهجوم على أي قوات أمريكية في المنطقة أو أي سفن أمريكية أو أي أصول أو سفرات أمريكية لا تفكر في الأمر وهذا يعني بأن إيران إن قامت بذلك فإذا سيكون هناك رد مهول من قبل الولايات المتحدة وأنا أرجح بأن القائد الأعلى لا يرغب في ذلك هل تعتقد أن إسرائيل تبحث عن حرب في المنطقة بشكل عام؟ تحدث عن وجهة نظر إسرائيل هنا يعني ضربة القنصلية حديثية بأنها ستنتقل من الدفاع إلى الهجوم على حزب الله التحضير لرفح يعني ألا ترى أن إسرائيل تريد حرب في المنطقة؟ هي تبحث عن هذه المسألة؟ أعتقد بأنها تحاول إرسال رسالة بأنها على غاية الثقة بأنها يمكن أن تدفع حزب الله خلف الليطاني نعم سيدي أعتقد بأنها تحاول إرسال هذه الرسالة الرسالة بوضع الثقة إسرائيل تشعر بأنها قد هزمت حماس وأنا أتفق مع ذلك أعتقد بأن حماس قد غزمت بالفعل لازال هناك بعض الفلول هناك ولكنها قد غزمت بالفعل هي متواجدة فقط في الأنفاق لا تستطيع أن تخرج إلى سطح الأرض بعد الآن وأعتقد بأن إسرائيل تحاول إرسال رسالة إلى إيران وإلى السيد نصر الله أيضا بأننا سنلاحقكم ونتعقبكم ما لم ينسحب حزب الله عشرة كيلومترات أو ثمانية أو ستة أميال من الحدود الإسرائيلية اللبنانية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر